السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هناخد problem 160 intersection of two linked lists. الproblem دي ايزي. اللي هيكون عندي two linked lists زي هنا مثلا A و B. You will be given the head. Head A و Head B. وانت المفروض تعرف حصلت الانترسكشن فين. زي ما مثلا حصلت هنا الانترسكشن في نود C1. لو ما حصلش الانترسكشن بترجع null. يعني زي هنا مثلا. هترجع it. هنا هترجع to. وهنا مش هترجع حاجة غرفة هترجع null. اوكي. تعالوا نبص كده على الحل بتاع ال problem دي. ادي الحل بتاعنا. هو كانت الفكرة هنا ان احنا نعدي على اول linked list. ونملى set موجود فيها النودز بتاعت linked list. فالجزء ده هو اللي بي build set. ويحط فيها النودز اللي كانت اللي موجودة في ال first linked list. حصل كده ازاي. ادي ويكريتة ال set. طبعا ال set هتبقى احسن من الليست هنا في ال search. هحط ال head A في الليست بتاعتي. وبعد كده هتريت through the elements اللي موجودة في الليست A دي. واقعد اعملهم add في ال set. بعد كده هاجي على linked list التانية. وهبتدي برضو ايتريت فيها. وانا بعمل ايتريتشن بعمل تشيت كل مرة ان كان النود دي موجودة في ال set ولا لا. لو موجودة برجحها. لو خلصت اللوب دي كلها. وملاقيتش حاجة في الاخر. يبقى هرجع. نعم. نعمل submit كده ونشوف الحل ده. تمام. الحل مش بطال. يمكن يكون في حلول احسن. من حيث السرعة. هو beat 69%. من حيث الميموري. مش قد كده. عمل beats 14.85%. ممكن اكيد في حلول احسن. فارب برضو لو حد يعرف. يبقى يشارك معانا ممكن في الكومنت. شكرا. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم.